في تطور لافت لموقف الأمم المتحدة تجاه الأحداث في اليمن بيان صريح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يشير إلى القتلة في مجزرة الباب الكبير بتعز وينحاز للضحايا حيث أدانت بشدة سلسلة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون على المناطق السكنية والأسواق في مدينة تعز المتحدثة باسم المفوضية أشارت إلى أنه ووفقا لعدة ضحايا أصيبوا خلال هجوم وقع بالقرب من سوق دي لوكس في الثالث من يونيو انطلق القصف من تلة في الجزء الشرقي من مدينة تعز والذي تسيطر عليه حاليا اللجان الشعبية التابعة للحوتيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح هكذا تؤكد المتحدثة الجريمة معلنة ومرتكبها معلوم وتكشف عن مأساة تعز المدينة المستهدفة من قبل الميليشيا لتتضح الصورة بجلاء أمام العالم لكنها تغيب عن المنظمات المحلية المتواطئة مع الميليشيا فتعز المدينة التي تشهد أعنف قصف وحشي يطال المدنيين من قبل التحالف الانقلابي يقابله صمت خفيف من المنظمات الناشطة في الرسل الحقوقي والتي تحظى برضى الميليشيا فجاء بيان المفوضية فصل القول منحازا للحقيقة وحدها وللضحايا بعد اتهامات كثيرة لمدير مكتبها بالتواطع مع الحوثيين والتنديد بالموقف المتخادر من الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية من جرائم الميليشيا ضد المدنيين وقريبا من ذلك يرى البعض أن الإدانة قد تمثل إدانة سياسية على صعيد المشاورات خصوصا بعد توقف طلاعات طيران التحالف والتزام المقاومة بالهدنة بالإشارة إلى عرقلة سير المشاورات مرة تلو الأخرى من قبل وفد الميليشيا